من الرحمن الرحيم سنتحدث عن شابتر 21 المالتيكاست راوتي هنا الابجيكتيف بتاع الشابتر الانتردكشن عندنا ان احنا هنعمل ان شاء الله مقارنة بين ثلاث حاجات من اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست اول حاجة عند اليونيكاست بيقول لي اليونيكاست there is one source and one destination network يعني انا عندي باكت بابعتها من source لدستيناشن والعلاقة ما بينهم one to one تعال بص على الرسمة هنا السورس عندي والدستيناشن هبابعت باكت من source لدستيناشن من جهاز لجهاز المالتيكاست وهو there is one source and group of destination بابعت باكت من جهاز لعدد معين من الاجهزة زي هنا في الرسمة add source بابعت باكت لكذا جهاز مش كل الاجهزة عندي ولا جهاز واحد لا لعدد معين هنروح على البرودكاست هكذا نرجع للسلايد تاني البرودكاست من جهاز لكل الاجهزة لكل الديستيناشن داي في الرسمة داي في الرسمة دي كده ده اليونيكاست من جهاز لجهاز ده البرودكاست من جهاز لكل الاجهزة ده المالتيكاست من جهاز لعدد معين من الاجهزة دي دي الفرق ما بين المالتيكاست والمالتيكاست احنا قلنا المالتيكاست ان بابعت باكت من من وان سورس لجروب لعدد معين من الديستيناشن يعني ده وقت انا عندي اربعة اجهزة دي سورس ببعت لثلاثة بس ببعتش للاربعة كلهم ولا بعت لواحد ده المالتيكاست هنا عندي ثلاثة باكت عشان تفهم المسال ده اتعامل كأنها باكت باكت انا عندي باكت فببعتها للجهاز ده فبعتها عندي باكت تاني بدخلها باكت من وان سورس لوان ديستيناشن ده مالتيكاست plus unicorn هنا نتكلم عن multi-cast addresses ان باكت كوميكاست مالتيكاست الاندي مالتيكاست كوميكاست يجب أن يكون من الملايين فهنا يقول لي ان انا عندي باكت ببعثها لكذا واحد لكذا واحد الجروب ده ممكن يكون من الملايين فانت مش هتعرف او مش هتقدر تعرف الاي باب بتاعتهم كلهم فبتعمل حاجة اسمها المالتيكاست ادريس تعال ان اعرف في الفجر ده معناه ايه تلوقتي انت عندك ادي source ولي اي بي فعندك باكت عايز تبعثها للاي والبي والسي والدي وكل واحد لي destination اي بي فدول اربعة ما بالك لو مليون جهاز فهتبقى العمليه صعبه فممكن مش هتقعه في الاي باب بتاعتهم فبتعمل زي اي بي مشترك الاي بي المشترك ده اللي هو الحمار ده اسمه مالتي كاست اي بي اللي هو مائتين ستة وعشرون autour 14.18.7 فو اщее quarterback بالك raft فبتدي PEER اللي للاربعCP اجهزة دول فالما بيcri تبعث الباكج بتبعث على الاي بي ده على طول الاي بي مشترك بعد ما تقعد تبعثج ال الاي بي ده وبعقى الاي بي ده وبعقى الاي بي ده ما بتعمل الاي في مشترك بتبعث عليه كله ده المالتي كاست IP ادرس اللي سلايد دي احنا خلنا في شابطة 19 ان اول 3 كلاسز اللي هو A والB والC دول يوني كاست والكلاس اللي هو الرابع بيبقى مالتي كاست بنعافي ازي ان هو كلاس دي بنأول 3 بنأول بايد لو بيبدأ بنوان وان زيرو يبقى كلاس دي فهنا بيقولي ان كلاس دي يعني اول 4 بيت دول دول بيعرفون ان ده ده الكلاس دي وال28 بيت البقين اللي بنلعب عليه بنغير فيهم الادرس هنا هنتكلم عن Delivery at data link layer In multi costing the delivery at the internet level is done Using network layer multi cost address هنا بيقولي في network layer دوقتي احنا عايزين نبعت باكت من جهاز لمليون جهاز اللي هي المالتي كاست فمشكلة ال network layer دي حل النهاء اللي احنا عملنا Multi cost IP بنتديني لكل الاجهزة اللي عايزين نبعت لهم دول ونبعت على ال IP ده ده كده مشكلة ال network layer فهنقابل فهننزل اللير لتحته اللي هو data link layer بيقولي هنا In this case Of Unicast This task is done by the ARB protocol لو شغلين Unicast الARB protocol هيحل المشكلة دي الARB protocol ده اللي بيقولي ان اللي انت بس عندك كاز بتعمل بصينا عايز تبعت باكت من ده للإيه ده ودستنيشن بتاعه ده بتبعت ARB Request الاول اللي switch ده تقوله ال IP ده عندك ولا لو عندك هيقولك A عندي فبتبعت ده كده اسمع Unicast بس انت شغال Multi Cost فالارB protocol مش هتنفع ايه مكانها اللي هي Physical Address data link layer شغاله على Physical Address اللي هو Mac Address بتعناكس بقى في السلايد دي بيقولي Mapping Class D To Ethernet Physical Address دي ما احنا قلنا من شوية ان الكلاس دي الوحيد هو Multi Cost فده تقسمته فده تقسمته ال IP عبره عن 32 بت وحنا قلنا ان اول اربعة بت دول بيعرفوا لي ان ده كلاس دي فهو هنا عمل ايه اه الماك Address هو 48 بت 48 بت اتناشر اكسا دي سيمة فهنا وعمل لي الاربعة وعشرين بت الاورانيين دول يعني احفازهم هم دول تحولهم كده ولك بس تشتغل على 23 بت الاورانيين يعني ايه برضو تعالى نعرف اكتر في الاكسامبل ده change the Multi Cost IP Address ده to answer Multi Cost Physical Address احنا مشكلة بتاعتنا احنا قلنا مشكلة network clear عملنا Multi Cost Address نجينا نزلنا على Data Link Clear ما ينفعش الاربية الارب بروتوكول فهنشتغل Physical Address فهنا بقى عزين نحول من من Multi Cost IP Address لل Multi Cost Physical Address فازاي نحول كل شغلنا على 23 بت الاورانيين هنا بيقولي ازاي نحول We write the right most 23 بت of the IP Address in Hexadecimal يعني ايه الكلام ده تعالى نحول مع بعض هو مديني IP اهو ده و بيقولي اول 23 بت نحولهم ل Hexadecimal تعالى نفوق كده تعالى نفوق اول 23 بت تعالى نفوق اول ثلاثة بايت دول السابعة دي لما نحولها لبينر هتبقى كده والاوربعتاشر هتبقى كده وبتاعته 40 هتبقى كده نزل البيت الاخير هو بيقولي حول 29 بت لhexadecimal الhexadecimal زى ما خدنا في سنة اولى لما بنجي نحولها بنشتغل على اربعة الاربعة بت بنحولهم يعني بنشتغل بالقسم بنقسم الركب عندي الاربعات هنرجع تانى فدي السبعة فقسمها الاربعات هتبقى كده فاول اربعة دول كام اول اربعة 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 دول هيبقى سبعة والاربعة دول هيبقى زيرو والاربعة دول هيبقى كام لو مش عارف بص نقوم بترمي على نفس الاسلايف برضو ده الـ E هتلابقى 0.3 وحى فنرجع تانى 0.3 وحى تبقى E سبحث عنم من باين الى هيكسة عاديها خالص واحد اكذا واحد اول 23 بتحولناه نرجع تانى لبعاء بي الـ We Add The Result Of Part A هيطلع ده الـ Result اللي حنستم حولينه الـ Result دي هنقدها مع هذا ده ايه ده لا زير وان وزير وزير و خمسة ايه ده اللي هو ده الرقم ده كله حقول له احفاظه في الكراث دي بيبقى كده برضه حولناه بالطريقة دي قدي الرقم ده كله اجمعوه لما جيه حاولنا قسم برضو اربعات نفس الشغل قسم اربعات قدي الاربع دول احنا قلنا اي قدي ال اي ودي هتبقى خمسة خمسة اي وهكذا ده هنجمعو مع ده فلما نجي نجمعو هيبقى كده ده اول اربع دول اللي فوق ودول اللي احنا نحوولنه من اللون ما جلو اجمع ده مع ده هيتلع هنا ده. لو لاحظت ان دولها هتلقيهم ستة. وكل واحد تمانية بيت با ستة في تمانية بتمانية واربعين بيت اللي هم لفيزيكال ادرس. اكزامبل تاني برضو نفس الكلام يديك اي بي ادرس. فعايزين نحوله. يديك مالتي مالتي كاسب اي بي ادرس. هايزين نحوله لفيزيكال ادرس. فاقوق نفس الكلام هنحول اول تاتة وعشرين بيت. فلما نيجي نحولهم هيطلع لنا ده. هيطلع لنا ده. فعلى معزون بس عشان مش متأكد من المعلومة دي قوي. اللي لما منيجي نحول الهكسا ديسيمال ما ينفعش يبقى الحرف. بيبقى مش قبله حاجة. لازم يبقى في النص اما على يمين. فهنا عمل ايه? طرح تمانية. ايه التمانية دي? احنا الهكسا دي اسمها البيز بتاع 16. فالتمانية دي نصف 16. فطرح تمانية من الدي. طب الدي دي كامل? تعال بوص هنا. الدي ليه 1 1 0 1. فتعال نعملها كده مع بعض. 1 1 0 1. ده الدي. طرح منها. طرح منها كامل? تمانية. التمانية لما نيجي نشوفها هنا هنلاقيها 1 3 0. فتعال نطرح. 1 3 0. فلما نيجي نطرح بين العادي. 1 1 1 0. 1 0 1. فرقم ده لما نيجي نحوله هيتل علينا 5. عشان كده كتب 5. دي تحولتي الدي بس. فده التحوله دي. فلاص ده احنا كده حولنا اول 3 وعشرين بيت. فنجمعه مع 3 وعشرين بيت الباقيين. اللي هم محفوظين. ده هو 0 1 0 05 ايه. فلما نجي نجمعه هايبقى بالشكل ده. كده احنا حولنا المالتي كاست اي بي ادرس. المالتي كاست فيديكال ادرس. اللي التنال دي. حدثتش عليها ايه معلومات مافيش غير الرسمة دي بس. فانحول نركز في الرسمة بس. او نحفوظه زي ماهيه كده. ثاني حاجه هنا بي قليل كلكشن انفورميشن. بي قليل عشان اكاريت الفور واردينج تابل. بتاع المالتي كاست. ومالتي كاست لازم اعرف كذا حاجه. لازم اعرف ان الراوتر بتاعي need to know to which destination it is connected ان اي راوتر عندي لازم يعرف كل الاجهزة الكنيكتد بيه يعني مثلا عندي 3 راوتر كل راوتر بيكنيكت بجهازين فلازم كل راوتر من دول يعرف الراوتر التاني بيكنيكت بكم جهاز وعلى اسمه ومين زي هنا كده ادي راوتر R بيقول I am connected to N1 و N2 و N3 يعني لازم الراوتر يعرف الكنيكتد اللي حاولي كلها ادي نفس الراوتر ده يقول انا عندي جروب واحد واثنين وثلاثة ده عشان اعرف اعمل الراوتر هنا برده مفيش حاجة جديدة The destination in unicost and multi-cost زي ما قلنا in source destination in unicost is one نحن قلنا اليونيكاست من سورس لون المالتيكاست مور زان وان جروب اوف ديستيناشن نفس الكلام برضو هنا الباكت سنت اوت اوف تو انترفيسه هنا الباكت ويطالع خارجه من اثنين انترفيسه هنا الباكت ويطالع خارجه من انترفيس واحده بس